لا يختلف إثنان بأن مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب فالإعلامي يحمل رسالة إخلاقية ومهنية ويقدم كل جهده لنقل المعلومات بشكل واضح وصريح وحقيقي وينقل الحدث في مختلف الفروف كانت حربا أم سلما ومنذ انتشار فيروس كورونا في العراق بشكل عام ومناطق الإقليم على وجه الخصوص أذبت الإعلامي بأنه في خطوط الأولى حاله حال الكوادر الصحية والجهات الأمنية لمنع انتشار هذا الفيروس وتوعية المواطنين ومن خلال الوسائل الإعلامية في البدء هو مهنة المتاعب أنا حامل إسمان مهنة المتاعب لكن خصوصا في الأزمات الحروب الأوبئة الكوارث الطبيعية الكادر الإعلامي أو المصور والمراسل الصحف الفوتوغرافر هو شخص الذي ينقل الحدث يعني يكون مباشرة في قلب الحدث لذلك الخطورة بشكل أو بآخر دائما تحتذي بهذا الشخص الذي ينقل الأحداث للعالم لأنه نستطيع أن نقول بأن الإعلامي هو قلب وأذن وعين العالم الإدارة المحلية والجهات المعنية في محافظة سليمانية ومع انتشار فيروس كورونا في المحافظات عملت مع وسائل الإعلام بشكل إيجابي ولكن كانت المشكلة هي عدم العثور على متحدثين لإنجاز التقرير اليومي إعلامين ميدانيين عاملين في محافظات إقليم كردستان العراق بكل صراحة الإدارات المحلية هنا في إقليم كردستان العراق وحتى القوات الأمنية الجميع متعاون مع الإعلامين الميدانيين بالتالي نتمنى أن تستمر هذه الإدارات والحكومات المتعاقبة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والكوادر الإعلامية هنا في إقليم كردستان العراق طبعا هذا من جانب آخر للإعلام كان هناك دور واسع وقوي في توعية الناس بأزمة كورونا الإعلام دوره أساسي في مجتمعاتنا العربية والشرق أوسطية بالتالي يجب التعاون ما بين المؤسسات الصحية والأمنية والإعلامية وكذلك إدارات المحافظات بهدف الخروج من أزمة كورونا جميع الجهات ذات العلاقة في إدارة السليمانية تتعاون مع الإعلاميين وتقوم بتسهيل أمورهم وترفض وسائل الإعلام بشكل مستمر بآخر المعلومات والتطورات حول فيروس كورونا يعني بصراحة الحكومة المحلية ما كانت هناك أي معوقات باتجاه الإعلاميين الميدانيين الصعوبة الحقيقية التي شفناها كإعلاميين ميدانيين في داخل الشارع هي عدم العثور على متحدثين من قبل الأشخاص أنه كان حضرت جوال قوي كلش حركة الناس قليلة كلش فبالتالي أنه ما تقدر تنجز تقريرك بالصورة أو بالطريقة التي تريدها كإعلامي الإعلامي بأزمة كورونا أخذ أكثر من دور يعني ما عدا أنه نقل الرسالة بأمانة إلى المشاهد أيضا عمل على توعية المشاهدين التي كانوا معتمدير عليه وحاجرين نفسهم في داخل منازلهم الحمد لله يعني قدرنا نقدم اللي قدرناه في هذه الفترة كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية للحكومات المحلية اللي قدمت ما تقدر تقدمه وأيضا للكوادر الصحية اللي هم جنود البيضاء اللي كانوا دورهم بارز في هذه الأزمة تختلف حياة الإعلامي الميداني عن بقية المواطنين فالإعلامي الميداني تكون حياته على كثي خصوصا في حالات الحرب وكذلك في حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية سميت بمهنة المتاعب ولا يملك الإعلامي سوى الرسالة الواحدة هي نقل الحقيقة في حالات الحرب والسلم عدنان جاف فضاة التغيير السليمانية